معنى آية وامتاز اليوم أيها المجرمون تناولت صورة ياسين ثلاثة مواضيع أساسية وهي الإيمان باليوم الآخر والنشور والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين وقصة أهل القرية وفي خدم ذلك تحدثت عن مصير المجرمين لذلك يكثر البحث عن معنى آية وامتاز اليوم أيها المجرمون الواردة في صورة ياسين كان الله تعالى قد حذر المجرمين في الدنيا عن عبادة الشيطان وطاعته المتمثلة في اتباعه وعندما تركوا طاعة الرحمن وأطاع الشيطان اتخذوه وليا لهم وهو عدوهم استحقوا أن يكونوا من أصحاب السعير فوبخهم الله تعالى وقرعهم بقوله وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وتفسيرها كالآتي إن معنى آية وامتاز اليوم أيها المجرمون عند السعدي أي تميزوا وانفردوا عن المؤمنين وابتعدوا عنهم لأنكم واردون غير موردون ليختصهم الله تعالى بالتوبيخ والتقريع على رؤوس العباد قبل إدخالهم النار قال القرطبي في تفسيره يقال هذا للمجرمين عند إدخال أهل الجنة الجنة فيطلب من الكفار والمجرمين أن يخرجوا من جملتهم فتمتاز كل فرقة على حدا ويمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء والمتقلبون فيكونون مع المجرمين ثم يقول لهم ألم أعهد إليكم أي ألم آمركم وأنبهكم على ألسنة أنبيائي ورسلي وأقول لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان أي أن لا تطيعه في معصية الله وفيما يأمركم به وهذا التوبيخ يدخل ضمنه التوبيخ عن كل أنواع الكفر والمعاصي لأن جميع معاصيهم طاعة للشيطان وعبادة له ثم أخبرهم بقوله إنه لكم عدو مبين أي فحذرتكم منه غاية التحذير وأنذرتكم بأن تبتعدوا طاعته وأخبرتكم بما يرغبكم به ويدعوكم إليه قوله تعالى وأن يعبدوني أي أمرتكم أن يلتزم بانتثال أوامري وهجر زواجري هذا أي عبادتي والوقوف عند طاعتي ومعصية الشيطان بكل أوامره صراط مستقيم أي فمعرفة الصراط المستقيم وأعماله والالتزام ترجع إلى أمرين اثنين فلم تحافظوا على عهد الله ولم تعملوا بوصيته وتعليمه فوليتم عدوه وعدوكم فأضل منكم خلقا كثيرا ترجمة نانسي قنقر